عند مولينا من القاهرة عمر البنوبي النقد الرياضي أهلا بك سيد عمر على شاشة قناة الغد مواجهة صعبة بكل تأكيد لأصود الأطلس في مواجهة المنتخب الفرنسي أكوى خط دفاع في مواجهة كتيبة هجومية بكل تأكيد يعني أعتقد أنه المواجهة المنتظرة بعد دقائق للمنتخب المغربي ولمنتخب الفرنسي خارج الحسابات المنتخب المغربي أدى ما عليه بالوصول إلى السيمي فاين لكاس العالم بيواجه بطريقة أعتقد أن هي متوازنة جدا تشكيلة اللي أعلنه المدرب وليد الرجراجي هو من التشكيل المنطقي لمواجهة حامل اللقب وفي مباراة زي نصف النهائي مباراة تسعين ديئة لو امتدت لمائة وعشرين ديئة لكن هي في الواقع هي مباراة للتاريخ هي سيكتب فيها إما أنه منتخب المغرب في النهائي أو منتخب المغرب ينافس على ميداليا في كأس العالم وفي الحالتين أعتقد أنه بمقاييس كرة القدم كلنا فخرين بما يقدمه المنتخب المغربي وأنه جزء سيكتب من ذهب في تاريخ قصود الأطلس في كأس العالم وللعرب والأفارق عموما في مواجهة ربع انهائي بين فرنسا وانجلترا شهدنا أخطاء دفاعية للخط الخلفي للمنتخب الفرنسي ينصح التعبير بركلة جزاء سبب فيها تشاميني الأولى وثانية من فيو هرنانديز كيف يمكن للرجراجي استغلال هذه الأخطاء لمصلحة؟ أنا أعتقد أنه وليد الرجراجي هيلعب على الهجمات المرتدة وبالتالي هيلعب على سرعات الخط الهجومي الخاص به مع انطلاقات الجناحين وبالتالي هو هيحاول يشتغل على الثغرات في خط الدفاع الفرنسي زي ما شفنا أنه منتخب الفرنسي تحت الضغط خط الدفاع بتاعه ممكن يغلط ممكن يغلط ممكن يتسبب في ركلات ترجيح أو أخطاء أو ضربات ثابتة في مناطق خطرة أمام منطقة جزاء المنتخب الفرنسي وبالتالي يستغلها وده شفنا قدام بلجيكا شفنا منتخب المغرب قدام بلجيكا قدر يستغل الأخطاء الدفاعية حتى الضربات الثابتة وقدر يسجل منها وأعتقد أنه ده اللي هيلعب عليه وليد الرجراجي كنوع من أنواع الوقعية في مواجهة الاندفاع الهجومي الكبير اللي هيكون عند المنتخب الفرنسي وممكن أنه التشكيل الخمسة اللي في خط الدفاع هو بيعتمد عليهم وليد الرجراجي عنده أشرف حكيمي هيواجه من بابه علشان حتى وجود الخمسة في خط الدفاع ووجود لعبي خط الوسط بكثافة أنه يدي فرصة الأشرف حكيمي أنه يتقدم ومن هنا يقدر يعمل خلخلة في خط الظهر للمنتخب الفرنسي أعتقد أن يوسف النصيري كمان كمهاجم أو في قلب الهجوم أعتقد أن يوسف عنده السرعات سنا هو 25 سنة عنده قدرة كبيرة بيلعب في أوروبا فهو ممكن يكون قادر على مواجهة دفاعات المنتخب الفرنسي وأنه يحاول أنه هو يسجل هدف زي ما شفناه برضو في المباراة السابقة أمام البرتغال المنظومة الدفاعية بكل تأكيد للمنتخب المغربي ناجحة ومميزة إلى الآن باستقبال هدف وحيد وحرس عملاق كياسين بونو كيف يمكن لها أن تتجنب خطورة الكتيبة الهجومية الفرنسية التي تتمثل في عناصر هجومية مثل أوليفي جيرو وعثمان ديمبلي إلى جانب إمبابي كما ذكرت ومن خلفهم جريزمان الذي ينطلق بكل أريحية في منتصف الميدان وشاميني الذي يقوم بالزيادة العددية والتصويب كما شاهدنا في مباراة إنجلترا بالتأكيد الأسماء اللي حضرتك ذكرتها أصدها في خط دفاع المنتخب المغربي خمس لعبين خمس لعبين رومان سايس نايف أكراد وليامق دول موجودين كقلوب دفاع وليبرو موجود على اليمين وعلى الشمال عنده نصير مزراوي وعنده أشرف حكيمي وبالتالي أنه هنا المواجهة هي مواجهة شرسة مضغوطة جدا مجموعة لعبين مكلفين بمراقبة أربعة من أفضل لعيب الهجوم في العالم نحن نتكلم سواء عن أسمن ديمبيلي أو عن جريزمان أو عن أوليفي جيرو الهدف تاريخي للمنتخب الفرنسي مبابيه باندفاعاته وصرعاته الكبيرة أعتقد أنه هيكون فيه تمركزات دفاعية قوية وأنه كمان وليد ريكراكي قد يعتمد على فيه شط تاني أو مع تقدم الوقت في المباراة وأنه ممكن يلجأ لبدر بنون ممكن يلجأ لبعض التغييرات في خط الدفاع علشان يقدر يواجه الاندفاع الكبير أو الضغط الكبير اللي هيقابله خط دفاع المنتخب المغربي أعتقد كمان أنه فيه تفاهم كبير وجود رومان سايس اللي رجع وهيقود خط دفاع المنتخب المغربي أنه ده بيرجح كافة أو صمود خط دفاع المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي وخط هجومه لأنه الضغط هيكون على يوم طوال 90 ديئة مش بس على فترات متبعدة إلا إذا نجح خط دفاع المنتخب المغربي في أنه يخرج بالكورة عن طريق التواصل مع خط الوسط ومع الهجوم ويقدر أنه يرفع عن نفسه الضغط شوية طوال وقت المباراة الناقضة رياضي عمر البنوبي كنت معنا من القاهرة شكرا لك اشتركوا في القناة